انتصاراً للمسجد الأقصى المبارك وحماية للوصاية الأردنية ورفضاً للعدوان الصارخ الذي يمارسه الاحتلال وحكومته المجرمة بحق المسجد الأقصى إن هذا الخطر الداهم أولى الموجبات في مواجهته يجمع كلمة الصف الوطني نعم اليوم يحتاج الموقف الرسمي إلى فتح الأبواب والقنوات واستيعاب أبناء الوطن هذه أولى الخطوات في الرد على الصهاينة هي جمع الكلوة الوطنية وآل الأوان أن تتوحد النسيج الوطني في مواجهة هذا الخطر نعم نحن اليوم محتاجين من الجالب الرسمي إلى أن يكون هناك جبهة وطنية حقيقية في مواجهة هذا الخطر وأولى هذه الخطوات استيعاب كل أبناء الوطن نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن لقاء وطني حاشدا تحت عنوان لبيك يا أقصى من هذا المنطلق نحن اليوم في الحقيقة نلتقي وهذا لقاء أولي هو لقاء تمهيدي لأن فلسطين تستحق موقف شعبي عارم نحن نتطلع إلى أن يكون لقاء واسع جماهيري بعد عشرة أيام من الآن في العشرين من الشهر الحالي ستدعى له كافة الفئات وكافة محافظات المملكة من أجل التعبير أن هذا الشعب وكما هو كل الشعب العربي وكل الشعب الإسلامي في العالم الإسلامي والعالم العربي هو ضد هذا الكيان وهو يتوق للدفاع عن فلسطين وعن المقدسات وتحريرها وما شاهدناه قبل أسابيع في قطر هو أفضل تعبير عن هذا الإجماع الشعب العربي على قضية فلسطين وعلى القدس وعلى صيانتها والدفاع عنها وأكد المتحدثون في الملتقى أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لحملة صهيونية ممنهجة وتنذر بقادم الأيام بتصعيد خطير من قبل الاحتلال الصهيوني وكان آخرها اقتحام وزير الأمن الصهيوني لباحات المسجد الأقصى المبارك يعني لا يجوز أن نخرجم هنا بالكلمات والعواطف فقط وإنما يجب أن نخرج بمخرجات تتحقق على أرض الواقع هذه أرض الوصاية هذه الوصاية التي منحت لهذا البلد وفق القانون الدولي لا يجوز أن تظل وصاية شكلية لا ينبغي أن تظل وصاية شكلية يجب علينا نحن الجماهير ونحن الشعوب تحديدا الشعب الأردني لكل أطيافه على دفع هذه الوصاية لتقف أمام مسؤولياتها يعني لا أدري مدى تأثير الشارع على الحكومة أو على الوصاية الهاشمية أو على دفع وزارة الأوقاف على القيام بمسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى المبارك فلذلك نحن جئنا إلى الأردن وبدأنا من البرلمان الأردني عبر لجنة فلسطين في البرلمان الأردني واخدنا الدعم والمنساندة لهذه الحملة وأيضا زرنا معظم النقابات المهنية من نقابة المهندسين والطباء والمحامين والمقاولين وجبة العمل لحشد رأي العام في المملكة الأردنية ليكون مناصر لنا في الحملة وهذه الحملة هي تناصر من يحمل شعلة المقاومة في قطاع غزة وبالطبع نحن جسم واحد سواء كنا في الأردن أو في فلسطين أو في القدس أو في غزة أو في الثمانية وأربعين استهدافنا مباشر من هذا الاحتلال فلذلك يجب أن نتصدى لهذا الاحتلال يوم كان هذا اللقاء بتنظيم من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن على مستوى مختلفة لحزاب السياسية الأردنية والقوى السياسية كلها تتوحد الآن في كلمة واحدة رافضة للسياسة الصهيونية في اقتحامات المسجد الأقصى الحكومة اليمينية المتطرفة وتوصل رسائل متعددة لدعم صمود أهلنا هناك المرابطين والمرابطات ولتوحيد جبهتنا الداخلية الأردنية ورسائل كثيرة كانت لأصحاب السلطة في الأردن لكي يكونوا على جدية حقيقية وأخذ بأسباب حقيقية للمواجهة القادمة والتحديات الكبيرة والهائلة التي ستكون على الأردن مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة كل القوى الحقيقة تقوم بدورها في مواجهة هذا الخطر الصهيوني الداهم واللي لن يتوقف فقط عند الأقصى بل إلى مشاريع تهجير وترانسفير ومشاريع تستهدف الأردن نظاما وشعبا والحقيقة هذا يتطلب اليوم وحدة وعمل وطني جامع وهذا الحقيقة نشاط الأولي ولكن هناك أيضا ستكون نشاطات هناك مهرجان بعد عشرة أيام أيضا ستشترك في كل القوى الوطنية بمعنى الفعل الشعبي سيستمر ويتوسع في مواجهة هذه الأخطار الداهمة بإذن الله تعالى وتسارعت الأحداث على الساحة الفلسطينية بشكل لافت في الآوينة الأخيرة وشكلت حادثة اقتحام وزير الأمن القومي للاحتلال ومجموعة من المستوطنين لباحات المزيد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال منعطفا خطيرا ووجهت حكومة الاحتلال بقيادة المتطرف نتنياهو بهذه الخطوة التي أثارت ردود فعل عربية وعالمية غاضبة لانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية عدت رسائل للداخل والخارج وكشفت عن بعض نواياها بطمس المعالم الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك ترجمة نانسي قنقر